يا مساء الخير بيومي فؤاد ظهر النهاردة في حلقة برنامج حبر سري مع الاعلامية اسم ابراهيم ومن ساعتها والدنيا مقلوبة بسبب تصريحاته وانه هو اتكلم بشكل صريح عن الفنان محمد سلام تعالوا حكيلكم اللي حصل مبدئيا كده اول معارضة الاعلامية اسم ابراهيم صورة محمد سلام على الشاشة فبيومي فؤاد عيط وعينه مش عيط يعني عينه دمعت وكان باين عليه علامات الحزن كده وسكت شوية وبعد كده كان المفروض في الفقرة دي ان هو بيختار سؤال يسأله للنجم اللي موجود في الصورة فكان من ضمن الاسئلة ليه وازاي وامتى وفين فقال لها انا هسأله وقوله ازاي ازاي ما طلعتش دفعت عننا او بالاخص عن محمد انور خصوصا ان هو مغلطش في حاجة طبعا بيومي فؤاد بيتكلم من وجهة نظره ان محمد انور مغلطش في حاجة وان هو كان رايح بيحل ازمة وبيحل المشكلة سلام السبب فيها واحنا كلنا عارفين وجهة نظر بيومي فؤاد وهو كان بيتكلم بيها طول الحلقة انه ده شغل ودي كان تصريحاته في الحلقة ان ده شغل واحنا بنروح نشتغل فناخد فلوس وفي ناس كتير فتحة بيت والناس دي كانت تشكر محمد انور ان هو جاي وانقذ الموقف لو انتم مش فاكرين فمحمد انور راح المسرحية بتاعت موسم الرياض بدل محمد سلام لما محمد سلام اعتذر وقال ان هو اعتذر قبل السفر بكم ساعة فهو حطوهم في ازمة كبيرة وان الناس كتير من اللي شغالين في المسرحية كانوا بيعيطوا بيقولوا احنا فتحين بيوت وكانوا بشكرهم محمد انور لما جاي لان هما كانوا خايفين ان المسرحية توقف وقال بقى ان هو لما طلع واتكلم وقال على المسرح انه هو بيشكر محمد أنور وانه هو أنقذهم وكده كان بيحاول يدعمه لان الناس كانت كلها ضد محمد أنور وناس كانوا بيقولوا يا تعيش محمد سلام راجل زي محمد سلام يا تعيش زي محمد أنور وكان عليه هجوم شديد طبعا كلنا فاكرين ملحقناش ننسى يعنيه فكان بيقول انه كان بيحاول يدعمه خصوصا ان محمد أنور كان طول الوقت حازين بسبب اللي بيحصله بعاية كتير وخايف يرجع مصر لدرجة انه قال لبيومي فؤاد مع اخر يوم في عرض المسرحية لو انت يعني بيومي فؤاد كان قاعد في السعودية عشان عنده مسرحية تانية كمان فقاله لو انت شايف ليه اي دور في المسرحية دي خليني موجود لاني خايف انزل مصر وخايف على اهلي وولادي ولو ما ليش دور خليني مساعد مخرج أو اي حاجة انا خايف انزل مصر وخايف على اهلي فهو كان بيحاول يدعمه ده الكلام اللي قاله بيومي فؤاد وكان بيلوم محمد سلام انه انت ليه مطلعتش دفعت عن محمد أنور وقال ان هو عارف ان محمد سلام ساب المسرحية واعتذر بس ما كانش يعرف ان فيه فيديو لسه فكلمه وقال له فيه ايه وكده فقال له مش قادر بسبب ان الحاجات اللي بتحصل في فلسطين فقال له انا يا ابني بدعي لهم واقسم ان هو بيدعي لهم في صلاته قبل ما بيدعي لولاده فمحمد سلام قال له ان هو مش قادر فان هو المكالمة بشكل لطيف قال له ماشي حبيبي وقفل بيومي فؤاد قال كده لمحمد سلام وقال له ترشح لي مين قبل ما يقفل قال له ترشح لي مين فقال له اي حد من مصرح مصر دول قرود وبيحفظوا بسرعة فبيومي فؤاد بيقول لقيت كل الناس بتكلمني وبتقول ان فيه مصيبة عاملة محمد سلام وشفت وحصل ومش حصل فشاف الفيديو فكلمه قال له انا عايزك تمسحه فمحمد سلام رد عليه وقال له لأول مرة هقولك لا قال له ماشي مع السلامة مع السلامة ومن وقتها ما شافوش بعض تاني وقال كمان لما سألته اسمى إبراهيم انتوا مع بعض في مسلسل الكبير يعني هو سلام في الكبير وبيومي في الكبير انتوا ما قابلتوش خالص في اللوكيشن فقال لها انا طلبت منهم بعد ما رجعت مصر ان انا مش عايز امعاه في اللوكيشن ابدا وعرفت ان هم غيروا في كتابة الحلقات علشان ينفزوا رغبتي يعني الناس اللي بيكتبوا والانتاج وكده ما جمعهمش ابدا في اللوكيشن واحد بناء على طلب بيومي فؤاد وكمان سألته هو احمد ميكي ما حاولش يصلح ما بينكم فقال لها ان هو بفعلا حاول يصلح ما بيننا لكن هي مش هتخلص كده هتخلص عند ربنا وكل واحد هياخد حق اللقاء التاني كان لهشام ماجد على القناة تانية وهشام ماجد مع الاعلامية اميرة بدر هشام ماجد اتكلم عن تفاصيل انفصاله هو واحمد فهمي وشيكو يعني احمد فهمي انفصل عن هشام ماجد وشيكو وقال بصراحة ان الموضوع ان هم كانوا بيكتبوا فيلم الرجل العناب وطبعا هم عندهم مسلسل قديم اسمه الرجل العناب طالع تريند اليومين دول كانوا بيعملوه فيلم فاختلفوا واتفقوا ان احمد هو اللي يكتب الفيلم مع حد تاني كاتب تاني ولما كتبوه وخلص شيكو وهشام كان عندهم اعتراضات على بعض الحاجات عايزينها تتعدل فاحمد شاف ان ده تقليل منه ورفض التعديل وخد قرار بان هو ينفصل عنهم ده بصراحة هو اللي حكي عشان انا بتسئل السؤال ده كتير انه هم ليه انفصلوا وهم ليه انفصلهم ده من الاسئلة الكتير اللي بتسألها لي زي سؤال هقوله مش دلوقتي عن ياسمين والعواضي خليكو هقوله بعد شوية فهو قال ان ده كان السبب الانفصال ولكن بعد فترة هي سألته يعني بعد ما تكلم سألته انتوا ممكن ترجعوا تاني كسولاسي مع بعض فقالها لأ ان ده مستحيل ان هو يحصل تاني لان حتى الناس اللي بيكونوا فرقة مع بعض بيجي وقته بينفصلوا وضرب مثال بفرقة واما قالها هم مش انفصلوا بس هم كانوا مع بعض بيعملوا حاجات بعد كده باعدوا بعد كده بيعملوا لسه شوية وبيعادوا كل واحد بيعمل حاجة لوحده وده اللي حصل معايا انا وشيكو انا بعمل lastsلات لوحدة هو بيعمل مسلسلات لوحده وبنعمل مع بعض بس كل واحد بقى بيعمل لوحده فإحنا الثلاثة مع بعض تاني صعب شوية إن احنا نتجمع بالنسبة للسؤال اللي أنا بتتقله كتير ياسمين والعودي لحد دلوقتي يا جماعة ياسمين والعودي ما رجعوش لبعض ولحد دلوقتي شكلها كده ما فيش أمل مع أن يعرفش إليه ممكن يحصل بعدين بس هو لحد دلوقتي لأ إن حتى الصحور اللي رحو أنا اللي عرفته من الناس اللي كانت هناك إن العودي ماشي قبل ياسمين ده اللي وصل ده ما عرفش بقى الكلام ده صح ولا غلط بس أعرفت إن هو ماشي يعني راح الصحور صحور قناة القاهرة 24 الموقع الصحفي فهو وصل المكان وقعت شوية ومشي وهي كانت لسه جاية ده اللي وصلني فحتى لو ده حصل يعني شفته يعني ما فيش أي حاجة عشان الناس بتستنى يعني أي حاجة خبر عنهم ويفضلوا يسألوني هو ياسمين والعودي رجعو البعض ولا لأ فشكلها كده يا جماعة لحد دلوقتي لأ هي رحت له المستشفى لو كانوا هيرجعوا كانوا هيرجعوا في الوقت ده رحت له المستشفى هو تعبان وكانوا لسه سيبين بعض بقالهم كام يوم فأكيد ده كانت الفرصة الأكبر إن هم ما يرجعوا فلما ده ما حصلش فرصة إيه بقى التانية الأكبر اللي إحنا مستنينها ما ظنش تبعت حلقة واحدة بس من مسلسل ياسمين صابري اللي هي رحيل وتبعت حلقة من مسلسل كبرى والاتنين عجبني الحلقتين اللي شفتهم كانوا حلوين ما شفتش الحلقات التانية شفت أول حلقتين بس من خالد نور والد ونور خالد مش لاحق أكمل الحاجات التانية عندي حاجات كتير بصراحة بعملها يعني فأنتو قلولي رأيكم لو اتفرجتوا على الحاجة فيهم كويسة أو لا فلسه هكملهم بقى وهبقى أقول لكم بعدين رأيي فيهم وفي حاجة عزين نتكلم عنها الفيديو الجاي قلولي عليها في الكومتس وهتكلم عنها إن شاء الله باي باي